ما هي قمة تعليم يسوع المسيح؟ المحبة لكن كل هذا منحطه في تعبير واحد مثل فروميا إصحاح 13 آية 8 مكتوب لأنه من أحب غيره فقد أكمل النموس لاحظ أن الرب يسوع المسيح تكلم عن القانون الذهب بشكل إيجابي مش بشكل سلبي دعنا أقرأ فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء في العزة على الجبل مثل ما شجعتك أنك تقرأ في إنجيل متى أصحاح 7 والآية 12 هذه الآية تعتبر جوهر المبادئ الأخلاقية المسيحية هي بالحقيقة أساس أعمال الخير والرحمة إنه مش بس مش بشكل سلبي ما تعملش إذا أحد بدكش يعمل فيه لا لا أن تأخذ المبادرة في عمل شيء صالح لهم يعني الله يمطر شمسه على الأبرار والأشرار على الطالحين والصالحين يعطينا الهواء يعطينا الغلات يعطينا البركة بغض النظر فهو ما أخذ المبادرة فبقول بنفس هذه الطريقة لأن هاي الطريقة هو النموس والأنبياء يعني كل الكتاب المقدس هو مظبوط تحب الرب إلهك من كل قلبك بس كيف تعرف إذا في محبة تحب قريبك كنفسك يعني تحب جارك تحب أخوك تحب قريبك والقريب سألوا يسوع من هو قريبه تكلم عن السامر الصالح اللي ما كانش من شعب الله كان يعتبر عدو فتخيل أنت اليوم اليوم لو كل العالم عاوز يطبق القانون الذهبي شو بيكون وضع العالم مشانيك لازم تعرف من أساسه الغرض ما هواش انتقاد ولا مقارنة لأنه كل واحد الله أعطاه عقل وممكن أنت تفكر وتبحث لنفسك الكتاب المقدس موجود بين إيديك